السيادة والسادة أهلا بكم نواصل وإياكم هذه التغطية المستمرة حول التطورات الأوضاعي في غزة وعون فلسطين ومحيطها ونبدأها مع ضيفنا الكاتب والمحل السياسي الأستاذ بسام بدرين أستاذ بسام مساء الخير مساء النور أهلا بك في نبض بلد وأهلا بك في هذه التغطية المتواصلة اللي ما يحدث في قطاع غزة وتابعنا التطورات عديدة أبرزها ما يحدث في شمال فلسطين المحتلة جنوب لبنان الحديث المقاومة اليوم تهدد تتوعد وتفي بوعدها وتهديدها في الخامسة مساء وكل القراءة اليوم لما سيكون في قادم الأيام وهل يدخل حزب الله المعركة لن يدخل المعركة بانتظار بيانه المرتقب تفضل نعم أولا مساء الخير لك ولأخوة المشاهدين الكرام أخي محمد كل التقدير والمحبة لهذه المحطة ولهذا البرنامج وشكرا على هذه الفرصة للتحاور حول موضوع في غاية الأهمية لشعبنا الأردني في الواقع ويشغله قبل كل شيء الترحم على أرواح شهدائنا أبنائنا في يعني أجمل أبنائنا في فلسطين المحتلة في قطاع غزة رحمهم الله جميعا وتغمدهم برحمته ومغفرته وغفر لنا نحن القاعدون الجالسون في مواقع أخرى بكل حال اليوم يا عزيزي أعتقد أنه في خمس تحولات في غاية الأهمية إشارات أنا أرى أنها مركزية لإعادة تركيب الصورة وتحليل الموقف الإشارة الأولى طبعا هي التطورات الحادة التي حصلت على الجبهة الشمالية لما يسمى بإسرائيل والسؤال عن دخول حزب الله أعتقد أن حزب الله أصبح بحكم الواقع الموضوع اليوم وسأقول بعد قليل لماذا طرف في هذه المواجهة شئنا أم أبينا شاء الأمريكيون أم أبوه إذن التطورات على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة تعني أن تحولا هاما في الطريق المسألة الثانية التي لفتت نظري شخصيا التصريح الصادر عن الحثيين في اليمن والذي يقول بكل وضوح وبساطة بأن الولايات المتحدة إذا دخلت هذه المعركة لإنقاذ إسرائيل أو مساعدتها فإن الحثيين ولديهم إمكانات كبيرة بالصواريخ والمسيرات سيشاركون بالمعركة وهذا يعني أنهم يهددون القطع العسكرية الأمريكية في الخليج العربي أو في البحر هذا التطور ثاني لافت جدا لسياق الأحداث يعني بأنه عملية أقلمت هذا الصراع هذه المعركة الإبداعية دخلت في سياق التنفيذ التطور الثالث اللافت هو تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يظهر فيه استغرابه الشديد أخي محمد من تحويل البارجة الأمريكية على أساس دعم إسرائيل وهو على كل حال سلوك أمريكي مضحك مخجل يعني عمليا وضبنا بأن إسرائيل فقدت القدرة على الدفاع عن نفسها لأنه لا يوجد تفسير آخر لوجود هذه البارجة النقطة الرابعة ما حصل في عسقلان اليوم وتلك الدقة والانتظام في توجيه الضربات وفي توجيه الخطابات بكل الذكاء الموجود في الكون يعني عمليا أيضا نقطة التحول تقول بوضوح وتطمئن الرأي العام العربي والإسلامي والشعبنا الفلسطيني بأن المعركة متواصلة وبأن المقاومة تعلم ما الذي يجري ولديها سيناريوهات وخطط واستراتيجيات التصريح أو المؤشر الخامس الذي لفت نظري تصريح الرئيس السيسي عبد الفتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي يقول فيه بأن مصر لا تستطيع خلع عباءة عروبتها وإن كان كثيرون من المراقبين من المراقبون يعني يقولون دوما بأن مصر خلعت في مسألة حصار غزة عباءتها في العروبة والقومية لكن هذا التصريح الآن يأتي بعدما قصف معبر رفح مرتين على الأقل اليوم ثلاث مرات قصف اليوم مرتين حسب وسائل الإعلام بصرف النظر ثلاث مرات ما فيه مشكلة وبعدما صدر تصريح من الناتق باسم الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا بد للسلطات المصرية أن تغلق هذا المعبر فأنا بعتقد هذا المؤشر هذه المؤشرات الخمسة تقول بكل وضوح أن المعركة بدأت وأن المقاومة بدأتها وأن العالم عليه أن ينهي هذه الأزمة الآن وهناك طبعا مكاسب استراتيجية لا يمكن إحصائها حصلت بعد هذه العملية الإبداعية قبل الغرق في التحليل والتفاصيل أنا بقول وهذه فرصة من على هذا المنبر أن أقول أننا أنا أوان تسميت الأشياء على حقيقتها أنا أعتقد أننا يجب في الإعلام أن نتوقف عن استخدام تعبير كتائب القسام والذراع العسكري لحركة حماس هذا الجيش الوطني لتحرير فلسطين أبدا هذا اسمه وهو الاسم الذي استخدم الشهيد الذي سقط اليوم عضو المكتب السياسي رحمة الله عليه زكريا أبو عمر إذن نتحدث عن عملية عسكرية تثبت ولادة الجيش الوطني لتحرير فلسطين لم يعد الأمر يتعلق بالذراع العسكرية التي بدأت بنحو 400 مقاتل وأسسها رحمة الله عليه الشيخ أحمد ياسي التسمية الثانية علينا أن نتوقف الإعلام وأسمح لي الزميل المحترم عن استخدام كلمة دولة إسرائيل لأننا نهين كلمة دولة عندما نربطها بهذا الكائن العجيب وأعتقد أننا نخدش ونهين أيضا كلمة كيان عندما نقول كيان الاحتلال أنا ما أرى هو كارتيل إجرامي عصاباتي إرهابي مجربي يشبه كارتيلات المقدرات والتسمية الثالثة التي لا بد من إعادة نظر فيها على المستوى الإعلامي أنه نعم هناك جنرال رئيس أركان حرب في الأمة العربية والإسلامية اليوم له كل الاحترام والتحية اسمه محمد ضيف إنه الجنرال القائد الشجاع محمد ضيف فإحنا كلنا بدنا نهنئ أنفسنا بوجود جيش التحرير الوطني الفلسطيني ونهنئ شعبنا الفلسطيني بجنراله الوحيد والحقيقي بدلا أو الذي يحاول تعويض صورة جنرالات البناشر التي يعني صورة التي نعرفها جميعا فانطلاقا من هذه الحقائق والوقائع عزيزنا أعتقد بأنه ما حصل في غلاف غزة قبل ثلاثة أيام نقطة تحول كبيرة استراتيجية بالتأكيد مدروسة لا بل لدي مهنيا كل المعطيات المعلوماتية التي تقول بأنها مدروسة ومدروسة بعمق ومدروسة بكل قصر بدي أجيك في تفصيلة هاي أنا فقط أنوه أن الصورة المباشرة المتابعة كما تابعتموها خلال طيلة هذا اليوم هو تجدد القصف على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلالة اختارت السماء فقط للقصف وهذا ما نشاهد من نتابعها وصل الجبن بعد كل ما حدث أن يقصف الاحتلال فقط غزة وأن يسوي مبانيها بالأرض من الجو فقط لأنه يخاف وأجبا من أن يقترب من حدود غزة أكثر من ذلك واليوم موسى بسام بدي أتابع معك لأنه في أسئلة حول الضفة الغربية وردود أفعال الضفة الغربية وقاطين الضفة الغربية تجاه ما يحدث ومعادلة حزب الله حزب الله أين هي من كل ذلك تحديدا وأننا ننتظر بيانا مرتقبا لحزب الله بعد قليل قبل ذلك أرحب بحافظ أبو صبر مراسلنا في الضفة الغربية وحافظ أود أن أسمع منك آخر الطورات لك في الضفة الغربية تفضل حافظ يعني الطورات في الضفة الغربية رغم أن الإعلام بعيد كليا عن ما يجري نظرا للمأساة التي يحدثها قصف الاحتلال لقطاع غزة باختياره لقصف الأبراجة السكنية ولكن الضفة الغربية لم تهدأ ليس فقط منذ فجر السبب بل منذ عامين وهي لربما التي كانت صاحبة الشرارة التي أسستها المقاومة الفلسطينية في غزة ونقلتها إلى الضفة الغربية وانطلقت في حزيران العام قبل الماضي في مخيم جنين ومنها إلى نابلس وطول كرم وكل المناطق في طول كرم قبل كليل كان هناك استهداف لبوابة عسكرية في منطقة ضحي تشويكة داخل مدينة طول كرم وهو الاستهداف لربما الثامن في مواقع مختلفة في شمال وجنوب الضفة الغربية منذ صبيحة هذا اليوم ويأتي هذه الاستهدافات جاءت بعد استهدافات متعددة وكثيرة خلال ما بعد منتصف الليلة الماضية وصولا إلى فجر هذا اليوم الاستهدافات تركزت بشكل كبير في محيط حواجز الجلمة وسالم في جينين وفي منطقة عربونة الفاصلة بين جينين والأراضي المحتلة عام 48 هذا فيما يتعلق بجينين في طول كرم مستوطنات نيتس عوز وآثني حيفتس كانت في مركز رصاص المقاومين الفلسطينيين في نقطة عسكرية أو جيب عسكري عند قرية جيطة الفاصلة بين قلقيلية ونابلس كان هناك استهداف من قبل المقاومين وكان هناك استهدافات لحواجز حوارة بيت فوريك وصرة ودير شرف في وقت مبكر من فجر هذا اليوم وفي وقت متاخر من منتصف الليلة الماضية الاشتباكة لعنف خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة كان في بيت أمر في الخليل التي بدأت تتصاعد في هواتيرة الاشتباكات المسلحة وقدمت حتى هذه اللحظة شهدين منذ فجر السبت فيما قدمت الخليل بشكل عام خمسة شهداء منذ بدء طوفان الأقصى الأوضاع في الخليل آخذ بالتصاعد وطيرة المقاومة المسلحة آخذ بالتصاعد حافظ الحديث عن كتيبة الخليل الحديث عن كتيبة الخليل وبدء إطلاق شوارة المقاومة في الخليل هل هناك تفاصيل حافظ؟ يعني بيت أمر والعروب هناك كتاب مسلحة تعمل على الأرض لربما بيت أمر أعلنت عن نفسها عبر وسائل تواصل اجتماعي ولديها قنوات كتيبة العروب ما زالت عبارة عن أفراد مقاومين اختاروا طريق السلاح لمصارعة هذا الاحتلال والتصدي لاقتحاماته المتواصلة لتلك المناطق ولكن الاحتلال يعلم بأنه لو استفاقت الخليل على كتيبة شبيهة بكتيبة جنين أو عرين الأسود في نابلس فإن الأمور ستكون صعبة جدا سيما وأنهم على تماث مباشر مع المستوطنين الذين يعني قريبين يتواجدون في مستوطنات قريبة جدا من المناطق الفلسطينية وهؤلاء المستوطنين ذاقوا الويلات على يد المقاومين سيما أولئك التابعين لحركة المقاومة الإسلامية حماس في سنوات الانتفاضة الثانية هذا في الجنوب ولكن الشمال ما يزال يتبوأ الصدارة فيما يتعلق بعمليات اطلاق النار كتيبة جنين لا تتوقف عن استهداف كل المواقع المحيطة في المدينة ونابلس أيضا لا تتوقف عن استهداف كل الحواجز لربما لا نرى الخسائر التي وقعت لدى الاحتلال في مناطق غلاف غزة ولكن وجود المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية في ظل الظروف التي يعرفها الجميع وفي ظل استطاعة الاحتلال اقتحام مواقع ومراكز تواجد هذه الكتائبة المسلحة هو دليل على أن الضفة الغربية ليست بنائمة بل استيقظت وأن هذا الاستيقاظ سيستمر بالتصاعد لتصل الأمور لربما تنفيذ عمليات خلال الأيام المقبلة موجعة كتلك التي وقعت في عليا قبل أربعة أشهر وأوقعت أربع قتلة في صفوف المستوطنين لابد من التأكيد على موضوع ما يتعلق بأن صواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة بتتصل إلى مشارف الضفة الغربية محمد وبالتحديد شمالا في طول كرم وصلت الصواريخ إلى باقة الغربية في الجهة الداخلية من الخط الأخضر الحدود الفاصلة بين المدينة والداخل المحتلة عام 48 وشضايا صاروخ من القبة الحديدية أصابت شاب فلسطيني أدى الاستشهاده وأصابت شاب آخر بجروح متوسطة شاكيدة التي كان المقاومون في الضفة الغربية يحاولون إطلاق صواريخ بدائية كتلك التي بدأت حماس بإطلاقها عام 2001 خلال الشهور الأربع الماضية اليوم سقط فيها صاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة هذا دليل على أن الساحات واحدة الضفة كانت تستهدف شاكيد القريبة من جنين واليوم غزة تستهدف شاكيد القريبة من جنين في يعبد غرب المحافظة أشكرك كل الشكر حافظ أبو صبرة مراسلنا في نابلس في الضفة الغربية كنت معنا مباشرة وأسمع أنا قلت لك في نقطتين مهمات موضوع الضفة الغربية وهذا حديث الضفة الغربية نحن نقاوم منذ عامين بما نملك بقدراتنا بما نملك من أسلحة بما نملك من ضغط بقدرة الاحتلال أوسع على اقتحام مواقعنا واستهدافنا علينا الأسود مثلا والحديث أيضا عن حزب الله حزب الله أصدر بيان أكد فيه استهداف ناقلات عسكرية إسرائيلية وهنا السؤال حماس في اللحظة الأولى منذ انطلاق العملية تحدثت عن الضفة الغربية وعن الجبهات المختلفة التي تريد من الجميع فتحها باتجاه الاحتلال يا حزيزي حماس منذ العام الماضي ولا أدعو سرا إذا قلت لقد سمعنا الأخ خالد مشعل في عمان يعني على مستوى عام يتحدث ويحلل حماس منذ العام الماضي تتحدث بعناوين جديدة في الإطار التكتيكي أن المقاومة يجب أن لا تكون حصرية في غزة واحد وهذا يحصل الآن اثنين أن المقاومة ليست فقط بسلاح الصواريخ عملية غلاف غزة قبل ثلاثة أيام تقول ذلك أن حماس باتجاه التعاون والتنسيق العملياتي وليس السياسي مع رفاق السلاح اللي له بنفس العدو اللي هو الكارتيل الإسرائيلي وبالتالي ما يحصل لا يحصل بالصدفة يعني وليس سرا يعني لا أذيع سرا أيضا إذا قلت أن هناك على طريقة ماكدونالد يعني هناك فرع لكتائب القسام في جنوب لبنان وهناك فرع لسرايا القدس فيه جنوب لبنان وهو فرع كبير يعني مول وليس سوبر ماركت أو هايبر ماركت نحن نتحدث عن اتفاق استراتيجي في هذا المحور وهذا الاتفاق الاستراتيجي يريد التدخل في الوقت الملائم ووفقا لتوقيت ومقتضيات المواجهة والمعركة في الميدان وليس وفقا لأي قرار لدولة إقليمية قوية أو ضعيفة في المنطقة هذا واضح وهذا قديم وهذا يشكل الخطة الاستراتيجية لأخواننا في المقاومة جزاهم الله عننا خيرا بالمناسبة المسألة الثانية بمعنى أو بآخر في هذا الاشتباك اللي هو له بعد إقليمي أنت لا تستطيع عزل عملية غلاف غزة وما حصل فجر السبت عن السياق الإقليمي إذا ضعفت أو هزمت أو تقوضت لا سمح الله حركة حماس طبعا كل هوامش المناورة أمام دول أساسية وكبيرة في المنطقة ستضعف نتحدث عن تأثير إنعكاس على النظام السوري على العراق على تركيا ودورها الإقليمي والمحوري وأيضا وبشكل أساسي على إيران وعلى لبنان إذن وحدة الساحات كان هدفا التنويع في المقاومة كان هدفا من باب التنويع يمكن أن ندخل على الضفة الغربية أنا أعتقد الضفة الغربية وضعها معقد أكثر قليلا بحكم الاعتبارات الواقعية بسبب وجود ما يمكن أن أسميه أسميه علنا اليوم الكمبرادور الفلسطيني وكيل الاحتلال يعني هذا الواقع ولأنه أخواننا في حماس أنا شخصيا سمعت تقديرات من حماس لا يريدون صدمات أهلية في الضفة الغربية لا يريدون خلافات دم هذا كان يؤكدوه لي شخصيا عدة مرات وبالتالي حماس تترك الأمور لكي تنضج وحدها بالضفة الغربية لكن اليوم الجنرال محمد ضيف شو قال بالخطاب الشهير اللي أعلن العملية قال عدة أشياء لكن أهمها مسألتين القدس والمسجد الأقصى والأسرة لنا أن نتخيل جميعا من الذي تعنيه أخي محمد مسألة الأسرة لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية واليوم حماس وليس سرا أيضا أنا أقول معلومات وليس تحليل بهذا الأمسية ليس سرا أنها تتحدث عن طبيض السجون الإسرائيلية وعن الإفراج عن مساجين في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية وفي بعض الدول العربية أيضا بهذه العملية المتقنة المهمة إذن وحدة الساحات اليوم تحققت والتعبيرات الرمزية تقول بكل وضوح أنها تحققت ونتحدث اليوم ليس عن وحدة الساحات فقط ولكن عن وحدة مصير ما بين قوى محور المقاومة صحيح تستفيد منه بعض الأطراف الإقليمية لكن لا يوجد خيارات أمام المقاومة خصوصا إذا الأداء النازي لوزير الدفاع الإسرائيلي والذي يشبه الناس بالحيوانات ويحاصر غزة هذا خطاب نازي هذا خطاب هتلري بن يمين نتنياهو أكثر شخصية سياسية في المنطقة انتهازية وهذا الرجل كما وصفه علنا قبل قليل الدكتور أو أمس الأول الدكتور مرواني مصطفى البرغوثي هذا سياسي يمكنه أن يحرق إسرائيل ويقتل الأسرة ويضحي بكل الشعب الفلسطيني مقابل أن لا يدخل السجن إذن نتحدث عن يمين إسرائيلي تجه نحو النازية في الأداء والتفكير وما حصل لليهود في أوروبا من محرقة وكل حكاياتها يريد أن يمارسها اليوم على شعبنا الفلسطيني بالتالي وحدة الساحات كانت فكرة قبل 3-4 سنوات اليوم تحققت على أرض الواقع والأمور مرتبطة بمعنى الجانب الجزء التكتيكي والتوقيتي في أداء المقاومة اللبنانية حزب الله والشباب اللي في جنوب لبنان مرتبط باتفاقيات موسعة وتفصيلية جرت قبل ثلاث أشهر وصارت اجتماعات تنسيقية وصار فيه غرفة عمليات مشتركة وهذا علني مش سر وكل الصحفيين اللي بتابعوا الملف على علم به بالتالي توقيت حزب الله قوته الصاروخية إلى أي مدى يشتبك أو لا يشتبك هل يبقي الأمور يعني على مستوى الخلايا الموجودة باسم الفصائل المقاومة أصلا يعني سواء بالجبهة اليسارية أو أخواننا بالجهاد الإسلامي أو الأخواني بحماس كمان هذول الشباب ما عملوا إمكانات قتالية ما تواجدوا في المكان ومدربين ومؤهلين بدون اتفاق مع الراعي حزب الله بالتأكيد كويس إلى أين يصل حزب الله بدي أفهم البروانت اليوم في مواقف متعددة اليوم وفي مواقف دعوات التهديئة أيضا وهي قائمة اليوم وتبحث مع حماس فرصة لإعادة الهدوء لقطاع غزة والموقف المصري الذي ذكرته اليوم وتدعيات هذا الموقف المصري لكن قبل ذلك أرحب بأساد أحمد جميل العزم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر أستاذ أحمد مساء الخير أستاذ أحمد مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أود أن أسمع منك تقييمك دكتور لما يحدث اليوم على أرض فلسطين ولما قد يكون في قادم الأيام بعد تهديات الاحتلال هجمات اليوم المقاومة ترد بعد أربعة أيام على أي تغول القصف المستمر الهمجي اللا إنساني على قطاع غزة كل ذلك ضعنا أمام تساؤلات واضحة إلى أين تتجه المعركة اليوم حقيقة السؤال اليوم هو هل وصلنا إلى المرحلة التي تطبق فيها قاعدة معروفة في معارك حركات التحرر أن البندقية تزرع والسياسة تحصد هل وصلنا إلى مرحلة بدء الحصاد السياسي بمعنى أنه هل يجب أن يتم العمل على وقف المعركة والبدء بالتفاوض سياسيا أم بأنه ما زال هناك ابتداد للمعركة وستتسع إقليميا ما يحدث حقيقة على الأرض مليء بالمفاجآت وممكن أن تحدث مفاجآت جديدة الضفة الغربية كما ذكر الأخ بسام هي منذ 2015 منذ عملية مهند الحلبي تحديداً سنة 2015 وما حدث بوقتها من هبة السكاكين واعتقال زكريا زبيدي وطارق برغوث وغيرهم كانت خلايا تبدو في ذلك الوقت وكأنها شيء بداي لكن حقيقة ما يحدث في الضفة الغربية تطور كبير وهنا أذكر بتقارير للإعلام الإسرائيلي نقلاً عن الأمن الإسرائيلي منذ عام 2015 عن ألاف قطع السلاح الموجودة أحياناً تكون هذه مبالغة حتى يبرر ضرب الفلسطينيين ولكن هناك على أرض الواقع شيء يتطور الخلايا والكتائب الموجودة في الضفة الغربية ليست في حالة تراجع وليست في حالة جمود يعني عندما نتحدث أنا باعتقادي أن ما حدث في غزة أكيد مفاجأة تفوق الخيال ولكن أيضاً في 2 تموز 2023 عملية اقتحام إسرائيل لمخيم جنين في ذلك الوقت كان هناك مفاجأة كبرى ربما لا ينتبه لها كثيرون بأنه كان في تكتيك عسكري واضح من كتيبة جنين إعارة انتشار تكتيكي فاجأت الإسرائيليين حتى أنهم لم يكرروا عملية جنين منذ ذلك الوقت وبالتالي نحن نتحدث عن بنى تتطور على الأرض في فلسطين في غزة فوجئنا فيها في الضفة الغربية المفاجأة ممكنة أيضاً دعنا نقول على الأرض سياسياً حماس الآن ثبتت نفسها في قيادة الشعب الفلسطيني وفي المقابل القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية تبدو أنها شيئاً فشيئاً تفقد مكانتها على قاعدة أنه من لا يقوم بدوره يفقد مكانته فعندما لا تكون قادر على أن تقود الصراع سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة فأنت ستفقد دورك لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تستمر المعركة؟ هناك ثمن باهض جداً يدفع في غزة ولكن في نفس الوقت هناك تفاعلات إقليمية ودولية مهمة إذا أردنا أن نقف المعركة حالياً بمعنى أن نكتفي بالانتصار الذي حققته كتائب القسام أو كما قال قسام المقاومة الفلسطينية حقيقة فنحن نريد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ودور عربي حتى يستطيع أن تبدأ مفاوضات الفرصة الوحيدة الموجودة الفرصة الوحيدة أكرر أمام القيادة الفلسطينية الرسمية الآن أن تلتحق بالمشهد من خلال الاتصال الأهم التليفوني الذي لم يحدث حتى الآن واللقاء الأهم الذي لم يحدث حتى الآن بين القيادة الفلسطينية هو الاتقاء مع حماس مع قيارة حماس جرت اتصالات مع أطراف كثيرة دولياً ولكن مع حماس لم يجري لقاء ولم يجري اتصال أنا أعتقد بأن هذا أهم اتصال يجب أن يجري حالياً بين الجهتين حتى يتم التركيز لا يمكن لحماس أن تدخل في المشهد السياسي الآن بسهولة ولكن إذا كان هناك تنصيق فلسطيني فلسطيني فهذا ممكن في الوقت نفسه دعني أوجه النظر لشيء مهم عربياً في الوقت الذي كل القوى غير الرسمية العربية نحن تحدثته عن الحوثيين نتحدث عن حزب الله نتحدث عن حماس وامتداداتها الإقليمية مع تركيا وغيرها في المقابل المستوى الرسمي العربي يعني يبدو هو الأقل حضوراً الولايات المتحدة الأمريكية غيرت سياساتها العالمية من أوكرانيا ونقلت سلاح الاتحاد الأوروبي أخذ موقف واضح وصريح ومتطور بمعنى آخر أنه يتغير يومياً أو يتبلور لكن في المقابل الموقف الرسمي العربي ما زال يعني شبه غير واضح غير موجود وهذا أمر خطير جداً عربياً وهذا دو دلالات كثيرة بالنسبة لمستقبل المنطقة العربية أنا باعتقاد بأنه ما حدث الآن حتى مهما كان ردة الفعل الإسرائيلية قوية لكن نحن أمام تغير في موازين أولاً من يقود الحركة الفلسطينية أيضاً في كل الصورة العقلية التي كنا نكونها عن إسرائيل إسرائيل انهارت كدولة قوية يعني انهارت كصورتها كدولة قوية ثبت بأن هذه الحكومات الجديدة نيتنياهو ومينكفير واسموتريتش بكل العقلية الصهيونية الدينية الداعشية الموجودة لديها أدت بإسرائيل إلى الهاوية فبالتالي إسرائيل أيضاً مقبلة على تطورات داخلية كثيرة المشكلة التي أجدها بأن هناك انفصال بين السياسي والعسكري لا يمكن للبندقية هذا ينطبق على حماس دكتور اسمح لي يعني أنا لا أريد أن أقول أكيد داخل حماس يعني هناك مثل أي حركة أو أي حزب في العالم أي تنظيم سياسي في العالم فيه محاور يعني حماس ليس المدينة الفاضلة وبالتالي هناك محاور ولكنها لم تصل إلى مرحلة الانقسام نعم هناك ولكن الفكرة المشكلة الأساسية التي تطرح أن حماس لازلت لا تحظى باعتراف دولي كممثل للفلسطينيين هذا الأمر يعني في الوقت الذي بات الفعل الفلسطيني باتت هي يعني شئنا أم أبينا باتت هي الرقم الصعب في قرار الحرب والسلم حماس هي الآن الرقم الصعب عرافات ياسر عرافات طوال عمره يقول أنا الرقم الصعب أنا الذي أقرر الهدوء وأنا الذي أقرر متى أوقع اتفاقية سلام الآن لا يوجد حماس تستطيع أن تعطل أي مفاوضات وأي اتفاق وحماس هي صاحبة الفعل على الأرض الآن نعم الطفل الغربية ربما الفصائل الموجودة ولكن المشكلة الكبيرة الآن أنه من يمتلك التمثيل ومن يمتلك والعنوان المقبول دوليا لا يتصل ومنقسم بعيدا عن الذي يمتلك الفعل على الأرض وهذا أمر إما أن يصبح في المستقبل كما قلت من لا يقوم بدوره يفقد مكانته إما سنجد أن من يقوم بالفعل على الأرض سيتأهل ليكون يصبح هو الممثل السياسي ولكن هذا أنا باعتقادي يحتاج على الأقل عشر سنوات ولكن الشعب الفلسطيني ومصلحته تتطلب من الدول العربية من الأردن من مصر من السعودية من أطراف أخرى أن ترعى ترتيب البيت الداخل الفلسطيني وأن يتم سريعا مخاطبة العالم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بخطاب فلسطيني موحد من خلف موقف عربي داعي وإلا فإن جميع الأنظمة العربية وجميع المنطقة العربية ستدفع الثمن في المرحلة المقبلة على شكل تطورات وتغيرات وانقسامات ويعني سيكون هناك تداعيات لزلزال غزة سيكون له ارتدادات إقليمية عربية كثيرة إذا لم يتم التحرك بسرعة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر دكتور أحمد جميل عزم أشكر كل شكرا على وجودك معنا بعد الفاصل قصير نواصل حوارنا ولسابة السام بدلين نتحدث عن ما سيكون سياسيا في المرحلة المقبلة وسيكون معنا أيضا الصحفية اللبنانية هيفا البناء فاصل ومتبع نواصل فقمعنا نواصل وإياكم هذه التغطية لما يدور من أحداث في غزة وفي الإقليم قبل الفاصل تحدثت عن حزب الله وقلت لي عندي إضاحات شوي حول هذا حزب الله أعتقد أنه سيدخل بالتقصيد الممل والمحسوب والتوقيت في هذه المعركة بمعنى أن في الفترة التي تستطيع فيها حركة حماس وأجهزة العسكرية المناجزة واحتمال نتائج القصف الإسرائيلي المجنون النازي الإجرامي سيبقى حزب الله بعيد عن المواجهة المباشرة لكن إذا حصل برأيي الشخصي وتحليلي وحسب المعلومات عمل بري عسكري لإعادة احتلال القطاع غزة أعتقد أن حزب الله سيدخل بثقله بهذه المعركة تقصد اجتياح بري أنت فقط إذا حصل اجتياح بري لغزة أعتقد أنه بهذه اللحظة سيدخل حزب الله المعركة في الأثناء إذا لم يحصل هذا الاجتياح إذا بقيت المقاومة كما يبدو الأمر هي حتى الآن صامدة وإبداعية وتتصرف بكفاءة ومهنية وبعقلية عسكرية تدرس في الأكاديميات في الواقع اليوم إذا بقيت في هذا الزخم وهذا العنفوان وهذه القوة سيقتصر تدخلات حزب الله على السماح للخلايا المتسللة وإطلاق قضائف صغيرة من هنا وهناك لمشاغلة الإسرائيليين ولإظهار تضامنه مع الشعب الفلسطيني أما إذا تغيرت المعطيات وتدخل الأمريكيون وأصبح هناك جسر جوي لدعم إسرائيل يعني مش محتاجة للقصة بارجة أمريكية فيها ستين طائرة مقاتلة حديثة وثلاثمائة ألف جندي غير ثلاثين ألف جندي يعني العملية مش محتاجة كل هذه القصة وبالمناسبة على سيرة العملية عملية غلافها غزة أنا تحليلي شخصي أنه الشباب المقاتلين فكروا بعملية لتمريغ أنف العدو بالتراب قليلا ولهدم منظومة السياج التي كلفت مليار دولار على الأقل ولإظهار قدرتهم على الوصول في البر وأخذ بعض الرهائن أنت يسر من العسكريين ثم روحوا لكن اللي حصل إنهم وجدوا حالة ترههل غير طبيعية وجدوا حالة جيش مش حقيقي جيش نمر من ورق وتمكنوا من إعطاب كل ذلك تلك الآليات ودخول يعني ساعاتهم يتجولوا بيقزروا في المقرات والكيبوتسات والكتائب والدشم العسكرية الإسرائيلية فطبقت قاعدة اللي بيحضر السوق بتسوق من هون اللي أخذ معه ختيارة اللي أخذ معه عربة القولف اللي أخذ أسد شفت واحد من الشباب حامل أسد كمان اللي أخذ خاروف يعني بمعنى البعد الاستراتيجي هون نيجي لمكاسب هذه المعركة إذا أنا أجبتك على موضوع حزب الله أنا بعتني أنه تم الاتفاق مع حزب الله على استراتيجية قتالية محددة أن لا تتورط لبنان ما دامت غزة قادرة على الصمود وحتى الآن النفس المعنويات مرتفعة القسام بيوقته بيعمل هجماته على عسقلان وبيهدد بمعنى أنه كل القصف الإسرائيلي في حي الرمال واللي هو العاصم التجاري لقطاع غزة لم ينفع قيدة أملة لا زالت ومن نفس المنطقة بالمناسبة من حي الرمال انطلقت الصواريخ اللي ضد عسقلان العصر اليوم بالتالي المقاومة لديها كل التحصينات والتجهيزات وتتصرف كجيش محترف وما حصل في الغلاف فجر السبت الماضي أو صباح السبت عبقري جدا أما المكاسب السياسية الأساسية فأنا بعتقد أنه في خمسة مكاسب أساسية كبيرة للشعب الفلسطيني وقد يستفيد منها أيضا الأردن في الواقع وكل النظام الرسمي العربي المكسب الأول أن حماس أصبحت رقما صعبا وجلست على طاولة القرار والتفاوض والبحث في التفاصيل اليوم وليس تلك المؤسسات الكيمبرادورية التي نتجت عن اتفاق أوسلو اليوم صاحب القرار في الميدان صاحب الفعل المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع حركة حماس والمقاومة الوطنية الفلسطينية وهذا فرض جديد هذا شيء جديد هذا مستجد هذا أهم مكاسب هذه المعركة في البعد الاستراتيجي المكسب الثاني المهم جدا هو أنه قبل يوم السبت لم يكن أحد يذكر القضية الفلسطينية إلا من باب التندر عند وزير الخارجي الأمريكي يتحدث عن حل الدولتين والتهدئة اليوم الشعب الفلسطيني بقول إحنا قررنا نقاوم قررنا نحارب وسيفعل الشعب الفلسطيني في الضفة هذا الأمر قريبا جدا وستسجل مفاجآت لأحد يتوقعها بالمناسبة هذه الخطة الاستراتيجية موجودة يعني هذا مش كلامي أنا مش بحلل يعني بالتالي الشعب الفلسطيني بده يقاوم ما بده تهديئة ما بده معاونات إنسانية من هون ياريت إحنا شوي نخفف الدول المجاورة في الحديث عن المعونات الإنسانية ونأخذ مبادرات سياسية المكسب الثالث مكسب الثاني هذا القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة اليوم المجتمع الدولي مشغول بما حصل حتى الخطاب الرسمي الأردني وهو خطاب متقدم قياسا بمواقف الدول العربية لعبة بكفاءة ومهنية دبلوماسية مرصودة مؤخرا على مسألة جدر التوتر وبالتالي العالم اليوم يتحدث عن جدر القضية وجدر التوتر الذي يقود إلى ما يحصل اليوم في غزة من أزمة أخذت طابع إنساني وعالمي بشكل أو بآخر في مكسب مهم جدا أيضا حققته المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس أختصره بدون تفاصيل وبدأي نذكر مع بعض إحنا على الهواء كهذه الكلمة الأخ الأكبر في شيء اسمه الأخ الأكبر سيتصرف الآن لديه جيش سيفاوض العالم سيجلس معه الإسرائيلي سيفرج عن الأسرع وهذا الأخ الأكبر رح يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس نعم هو أبو حش تقول ليها هيك على أساس المشروع الوطني الجديد كما ألمح زميلنا اللي استضفنا قبل قليل الأستاذ أحمد لأنه تحدث عن إعادة إنتاج اليوم أنا اللي بدي أقوله أنه العمل العسكري المدهش اللي قامت فيه حركة حماس مش معزول عن السياق الوطني ومش معزول عن برنامج سياسي بمعنى أن هذه الحركة اليوم قواتها العسكرية تفعل أشياء محددة بتوقيت محددة ومقصودة لتحقيق أهداف محددة يتم تحقيقها على الأرض وبالتالي هذه الأرضية كلها ستعيدنا إلى ضرورة إعادة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني على أساس أن الأخ الأكبر هو الذي له حق القول والفعل الآن بس من هو الأخ الأكبر وإحنا خلينا نتذكر السبعين حركة حماس طبعا وليس حركة فتح للأسف حركة حماس للأسف هذا الواقع يقول هذا ما يقوله وهذا ما سيقوله لاحقا الواقع الضفة الغربية بالمناسبة يعني قريبا جدا فيه بجوزة تكون مفاجآت كمان أهل الضفة الغربية مش يعني فقدوا بدون حرب وبدون قصف وصواريخ 248 شهيد بآخر أشهر إضافة لأنه التعقيد بالضفة الغربية أكثر إذا استخدمت أسلحة الصواريخ على المستعمرات المستعمرات تجاور الفلسطينيين ليس زي أهلنا في قضاع غزة فيه 16 كيلومتر بينهم وبينهم طيب على الحدود بالتالي سياسة الأخ الأكبر موجودة وأنا بأعتقد أن المشروع السياسي الوطني الفلسطيني الوحيدي الموجود اليوم على الساحة وقد كرست طوفان الأقصى ذلك قد كرست ذلك هو مشروع حركة حمارة طيب هيفا البناء الصحفية اللبنانية معنا بشارة المساء الخير مساء خير سيد هيفا آخر الطورات في لبنان بيان حزب الله صدر قبل قليل والحديث عنه فيه عن عملية استهدفت فيها مواقع إسرائيلية والسؤال أين يقف حزب الله اليوم وما آخر الطورات في لبنان وكيف تقرأ الساحة اللبنانية ما يدور من أحداث في فلسطين يعني أولا مساء الخير لحضرتك لديو فاك مساء كما كان كما كان عم بيقول ضيفك العزيز أنه فيه خطة محكمة لحد ما من قبل حزب الله وأيضا طبعا بالتعاون مع منظمة حماس لحسا يكونوا عم بيجنبوا إلى حد ما الشارع اللبناني أو الوطن أو البلد اللبناني يعني من هذه التباعيات تبع الحرب طبعا من بعد ما حصل التسلل والرب من ناحية يعني الكيان الإسرائيلي ردوا بالقصف المدفع على الأبراج يعني اضطر حزب الله بمحل معين إلى أن يرد على هذه طلاق هذه الصواريخ وطبعا كان في إلو البيانات وهلأ من شواء كان فيه أيضا بيان ثاني للقسام أشار فيه إلى أنه أطلقت أو أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان طبعا أين يقف حزب الله من هذه المعركة بتصور شوي مثل ما قال ضيفك أنه فيه تنفيق عالي ولكن لن يتدخل إلا إذا أضطر الأمر مثل ما صار اليوم بالقصف المدفعي أو أن غزة ضاعفة بمحل معين هذا ما يعني يشار إليه بالأوساط السياسية والمسحافية بلبنان الشارع اللبناني إلى حد ما منقسم ما بين مؤيد طبعا القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بأخذ كامل حريتها ولكن يقول أن الشارع اللبناني أو وضع الاقتصادي الذي وصل إليه لبنان لا يتحمل أي حروب أخرى مع دعم للقضية ولكن فيه هذه وجهة النظر بالشارع وطبعا وجهة النظر المقابلي اللي هي أنه لا نحن القضية الفلسطينية هي قضية كبرى في لبنان وبالتالي سنفوض هذه الحرب أن نفترى الأمور نعم أشكر كل الشكر هيفا البناء الصحفية اللبنانية كنت معنا مباشرة من بيروت وأعود لك سابة سامو عندي سؤال أخير وأنا هنا أتحدث عن جهود التهدئة هل ستقبل حماس أمس تم تسريب أن حماس تقبل الجلوس للمفاوضات لمفاوضات تهدئة لكن هذا الأمر لم يتضح بصورة نهائية هناك جهود تهدئة عربية في جلها لوقف ما يحدث من قطاع غزة وفي قطاع غزة وجهة نظرك فيما تشاهد وتتابعه من أداء حماس اليوم هل ستقبل بمفاوضات سريعة للهدنة هل ستقبل إسرائيل اليوم إن صح التعبير أيضا بأن بعد كل ما حدث فيها تهدئة واضح سؤال يا عزيزي أنا أول شي أعتقد أنه أغلب الجهود العربية بين قصين تذهب باتجاهين أو الاتجاه الأول منع إيران من المشاركة وحزب الله في هذا العمل ضد إسرائيل الاتجاه الثاني إنقاذ إسرائيل أنا للأسف هذا الموقف العربي بشكل عام وأستثني منه فقط الموقف الأردني الذي يتقد طابع له علاقة بالثوابت ويتحدث عن بجرأة عن جذر التوتر ويريد أن يعيد الأمور إلى المربع الأول وإن كنت أطالب بلادي وأطالب قيادتنا وأطالب وأسساتنا بمقاربة أكبر تتوقف عن إنكار مخاطر ما يفعله اليمين الإسرائيلي على الأردن والأردنيين بالتالي وهذا ليس موضوعنا الآن اليوم الهدنة والتهدئة أصبحوا من الماضي بالمعنى الكلاسيكي الذي نعرفه يا عزيزي هل تعلم أن علبة العلاج تبعة السعال للأطفال في غزة تكلف ثلاثة شهداء على الأقل بالحسبة بالرقم هل تعلم أن زجاجة اللتر المياه يكلف له عشرين مصابه بجوز خمسة عشر لتر دم من هالضحايا هذول الناس بوكلوا رغيف الخبز بالاستشهاد وبعدين إحنا بدنا نوقف عن الإفتاء والتنظير وافطراض الفرضيات السيناريوية يعني أهل مكة أدرى بشعابها وقادة حماس خلافا لبقية القادة بكل مكان هم الوحيدين اللي بيقودوا الصفوف يعني شباب حماس شباب المقاومة تحت الخنادق من السنوات الطويلة بتربوه هذول بيقودوا الصفوف بقدموا تضحيات ولادهم شهداء عائلاتهم بتستشهد بيوتهم تتدمر ليس مثل القادة اللي بيسهروا بفنادق القاهرة باسم التنسيق الأمني وأوسلو أو بيجوا بعمان بيقعدوا بالأماكن اللي كلنا بنعرفها بالتالي نتحدث عن حالة بطولية ملحمية لها أهداف سياسية ليس من بين أهدافها تهدئة بالمعنى الكلاسيكي وقفوا بوقفوا خلصنا لا أنا بعتقد أنه الحد الأدنى لثمن التهدئة في قياسات الدم الفلسطيني الذي سيراق في قطاع غزة بعد القصف النازي المجنون لنتنياهو وجيشه على الأقل مطار ميناء على البحر تفكيك الحصار طبيض السجون الإسرائيلية دون ذلك لا معنى لطوفان الأقصى بالإضافة طبعا لوقف كل الإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى والقدس دون ذلك لا معنى لسألك سؤال صريح نعم ترضخ حكومة نيتنياهو لكل ذلك الحكومة اليمينية المتطرفة سترضخ لهذه المطالب سؤال صريح عفوا طيب أنا أبدأ جابك بسؤال صريح كمان الحكومة اللي بتلم الجيش الاحتياطي بطيارات السلاح الجو من أوروبا باللحظة الأخيرة الحكومة اللي جينيرالاتها يتم اعتقالهم وهم بالملابس الداخلية نايمين يعني على قط الجبهة الحكومة اللي بتحط مليار لسياج وبفوتوا المقاومين وبأخذوا الورق والبشر والحجر والشجر والديسكات الكمبيوتر واغطية مقاسل الغاز كمان يعني والثلاجي آه طبعا ترضخ سترضخ سبقا رضخت في صفقات الأسرة سترضخ وأنا بقول اليوم هذه القيادة اللي قبل شوي الزميلنا بيحكي على موضوع في مستويات وفي آراء طبعا قيادة حماس مش لون واحد طب ما في ناس باعتقدوا من قادة حماس خصوصا في غزة انه بشبريه بدي حرر كل فلسطين يعني ما وفي ناس عندها ببعد سياسي وفي ناس بتسيس اليوم بس حماس مؤسسة اليوم حماس فكرة شيئنا ما بينها المقاومة الفلسطينية اليوم فكرة لا تقول لي في جيش في الكون بقدر يهزم فكرة هذه فكرة عابرة بعدين انتقوض حماس احتل غزة كلها واذبح نص أهلها وانقل نص الثاني على السيناء زي ما هو خافين اخوانا المصريين من هذا السيناريو بيطلع لك الف حماس يا اخي اخر النهار بدك تحل القضية الفلسطينية على اساس حق وكرامة المواطن الفلسطيني دون ذلك غير مقبول احنا في معركة اقل حدة وما كانش فيها ابداع بهذا البعد المتعلق بجيش التحرير الوطن الفلسطيني الحمساوي بين قوسين طلع ابراهيم السنوار في مؤتمر صحفي وسط الخراب والدمار وقال لن يتكرر كيف اليوم وهم محققين هذه الانجازات بينما الاعلام الغربي المنافق الذي وصل في لفاقه الى حد وقه يتحدث عن رهائن مدنيين وعن جانب انساني يا اخي شو ايش رهائن مدنيين عفوا يعني انت انت احمل حجر بدك اقول اشي ثاني ارمي على عشرين مستوطن في اي مكان بفلسطين المحتلة بطلع 14 منهم امريكان بالضرورة بطلع منهم يعني بدش يقول ترمي اشي ثاني غير الحجر بعدين هادا هادي كوبوتسات عارف شو عني كوبوتسات يا اخوان كيبوتسات هادي ومراكز تدريب الكيبوتس فكرته مراكز تدريب لوجيستي مركز اتصالات مركز تجسس هادول عسكر هادي مش دولة احنا قلنا كارتيل وملبسة للعسكر والمتدينين جدا المتطرفين من اليهود بيقبضوا معاشات بيقبضوا رواتب وما بلتحقوا بالجيش وهذول عددهم حوالي 18% و82% بيدفعوا ثمن للثمنتعش بالمية اللي قاعدين بيقبضوا رواتب بلاش وبيخلفوا اولاد متطرفين زيهم بالتالي لا احنا هذا الكذب هذا الارهاب التي تمارسه ماكينة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية على شعبنا الفلسطيني وهذه المحاولات لكي وتزييف الوعي والحقيقة يآن الاوان ان تتوقف واحنا اليوم زاء الحقيقة التي تقول بوضوح شديد المعادلة تغيرت في الاقليم وتغيرت في العالم في النهاية واخواننا في حماس رقم صعب وكما قال الجميع في الماضي يعني النصر صبر ساعة كمان التضحي اللي دفع تضحيات بدناش نفتع لي لا انا ولا انت اخي محمد مفهوم اللي دفع دم بده توقف الحكومات العربية والزعماء العرب يفتوا على رأسه اللي دفع دم هو اقرب للبيدان هو بقدر يتصرف اختم خلاص تضر كلمة واحدة تضر اسرائيل مشروع غير منجز كان مشروعا غير منجز ولا مستقبل له واليوم تأكدنا على الاقل كشعب اردني وشعب فلسطيني ان هذا المشروع فعلا وحقا غير منجز لن ينجز لا مستقبل له بهذه الجغرافية ولكل ابناء شعبنا الخايفين والقلقين واللي بنظروا واللي بيقولوا اليمين الاوروب بيابصر شو بيسولف بنقولوا اللي بيقولوا بمخيم الوحدات تكلكوش اشكرك كل الشكر وساب السام على وجدك ليلة معنا في هذه التغطية واشكر رسائلك كاملة شكرا جزيلا لك شكرا كل التحية بعد فاصل قصير نواصل حوارنا وسينضبعنا المهندس مروران فعوري ابقوا معنا نواصل هذه التغطية ورحب بضيفي أمين عام المنتدى العالمي الوسطية المهندس مروران فعوري مهندس مروران مساء الخير مساء الخير حددك في نبض البلد أهلا وسلم وقبل أبدأ معك الحوار ورحب أيضا بضيفي من القاهرة الأستاذ أيمن عامر الصحفي والمحلل المصري مساء الخير أستاذ نور أفندي أهلا بحذك وأهلا بأستاذ مشاهدين أستاذ أيمن أبدأ منك وأتحدث اليوم عن التصريحات المصرية عن ضرب معبر رفح وعن حديث عن نزوح للفلسطينيين فلسطينيين غزة إلى سيناء وجهة النظر برأيك أستاذ أيمن إسرائيل تريد إفراغ قطاع غزة من السكان المدنيين في محاولة لعادة احتلاله وتدميره كأرض محروكة إسرائيل تحاول تنفيذ السينيوهات السيونية السابقة والماضية منذ عام 48 بإحلال سيناء كوطن بديل للدولة الفلسطينية المستقلة وكان آخرها صفقة القرن التي رفضت مصريا وفلسطينيا وعربيا وإسلاميا ورفضت من الجميع صفقة القرن التي كانت من إحدى بنودها هي أن تكون سيناء وطن بديل للشعب الفلسطيني وسكان كتاع غزة تحديدا فالدولة المصرية تعي مثل تلك المؤامرات وترفضها تماما وفي نفس الوقت الدولة المصرية استعدت بتنفيذ تلك المؤامرات السيونية لكن أستاذ أيمن اسمح لي أقاطعك وأسألك سؤال صريح مباشر هل لدى مصر اليوم قناعة بأن هناك فرصة لهدنة من جديد في غزة بعد كل ما حدث مصر كصابق عهداء في كل الحروب وفي كل أحداث المسلحة تسعى إلى التهدئة وتسعى إلى الوساطة وتسعى إلى بص السلام ووقف العنف ووقف الحرب واستهداف المدنيين في قطاع غزة مصر والكلاد المصرية والرئيس السيسي والوزير سامح شكري يجريان كافة الاتصالات العربية والإسلامية والدولية والرئيس السيسي اتصل أمس بالأمين العام للأسكتير العام للأمم المتحدة وبرؤساء وملوك الأردن والسعودية وتركية وعدد من الدول الأوروبية في مسعى لإحلال السلام والتهدئة ووقف الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نعم أشكر كل شكر الصحفة والمحل المصري إيمان عامر ونوهنا نتابع صورة مباشرة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتحدث الآن حول التطورات وهناك كلمة يلقيها الرئيس الأمريكي في هذه اللحظات وحديث الرئيس الأمريكي سيكون أو يكون الآن حول حاملة الطائرات التي وجهت إلى المنطقة نتابع أعلى الشاشة أيضا القصف المباشر المستمر والمتواصل من قبل سلاح جو الاحتلال لقطاع غزة ويبدو أن واشنطن مصر على دعم الاحتلال عبر الكلمة التي يلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن حافظ أبو صبرى لديه المزيد حافظ تفضل نعم محمد يعني الأقبار العجلة الآن من جنين من حاجزة الجلمة الفاصل بين المدينة والداخل المحتل ومن حوارة إلى الجنوب من نابلس هذين الحاجزين شهداء اشتباكين مسلحين الأول في جنين مقاومون استهدفوا الحاجز وقوات الاحتلال ردت بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أربعة من المواطنين الفلسطينيين المدنيين داخل مركبة أجراء نعم على ما يبدو أن من بين الأربعة هناك شهيد وفقا للإلال الأحمر الفلسطيني ننتظر تأكيد من وزارة صحة الفلسطينية حيث وصلت الحالات الأربعة وعلى ربما من بينها الشهيد إلى مستشفى ابن سينا الحكومي نعم عند حاجز حوارة مقاومون استهدفوا الحاجز بالرصاص وردت القوات الإسرائيلية أيضا ما أدى لاندلاع اشتباك حدث على إثر ثلاثة إصابات نقلتها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا داخل المدينة غير معروف بطبيعة هذه هذه الإصابات نعم بعد ولكن يعني لليوم الثالث على التوالي المنطقة تشهدان اشتباكات مسلحة في ذات التوقيت واضح تماما حافظ أشكرك كل الشكر حافظ أوصبر مرسلنا في نابل استحدثت عن اشتباكات في حوارة وفي جيرين بين جنود الاحتلال وبين مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية أذكر فقط أن هناك كلمة مباشرة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأحداث في المنطقة وتحديدا حول البرجة الأمريكية وصلت أوصلت في المنطقة والحديث عن تعزيز الحماية الأمنية لليهود في الولايات المهندة الأمريكية بما يفسر أنه تداعيات لمقامة به حماس من اختراق واضح لكل منظومة الاحتلال المدعومة أمريكيا أساسا أعود لك ضيف الكريم مهندس مران بدي أبدأ من حيث انتهيت مع الأسابة السام والحديث عن التهدئة واليوم رئيس الأمريكي يقول الدعم الأمريكي الكامل والشامل والمستمر ودعم عسكري وخطوط إمداد وكأن هذا الجيش الذي طهر ببساطة وسهولة على يد المقاومة والذي كان يدعى أنه لا يقهر لا يملك حتى مقاومة ما حدث دون دعوة الولايات المهندة الأمريكية للمساندة والدعم شكرا مرة أخرى ولا شك أن حديثنا عن طفان الأقصى وحديثنا عن ما يجري الآن على مستوى عالمي يؤكد أن قضية فلسطين هي قضية عالمية ليست قضية الشعب الفلسطيني وليست قضية الشرق الأوسط ولا شك أنها تخلط أوراق المنطقة بل العالم كله وما قام فيه الرئيس الأمريكي يؤكد انحياز ظالم مارسة الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا عندما أسست هذا الكيان الطارئ في قلب هذه الأمة العربية والإسلامية واستباحت أرض فلسطين أنا في تقديري أن الولايات المتحدة تدرك حجم الانهيار الذي حصل في إسرائيل هذا الانهيار العسكري والانهيار السياسي والانهيار الاستخباراتي أو الأمني وهذا الانهيار أعقب انهيار نفسي أيضا لداما نمويات الشعب الإسرائيلي كله وبالتالي لم يكن لديهم قدرة على ممارسة التعبئة وكلنا شاهدنا جنرات استقالوا من سلاح الجو وأصبح هناك احتمال أن يخرج هذا السلاح حتى من الخدمة نتيجة ما حصل الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل هي طليعة مشروعها الاستعماري في المنطقة ولذلك خطر هذا المشروع ليس فقط في أنه يحتل أرض فلسطين إنما هو الذي يمثل العائق الحقيقي أمام نهضة الأمة الإسلامية ككل والأمة العربية خصوصا ولذلك حريص الولايات المتحدة على أن تقدم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي هل يستجعي ذلك خروج الرئيس الأمريكي؟ نعم بعد أن يقول هناك بارجة في طريق أن يعرف قيمة هناك دعم للقبة الحديدية ذخائر في طريقها إلى نعم أن يعرف قيمة هذا الكيان في مشروع الهيمنة الأمريكية الاستعمارية الغربية على منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يدرك أن بقاء هذا الكيان هو مصلحة أمريكية والحركة الصهيونية والوكالة اليهودية بما تملكوا من نفوذ في داخل الولايات المتحدة تجير كافة إمكانيات الولايات المتحدة لخدمة هذا المشروع وللأسف أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول أعلنت بشكل واضح أنها مع إسرائيل ضد حماس وإيران وحزب الله أعلن أنه مع حماس إلا أن الدول العربية تشيح بوجهها وتقول أننا على مسافة واحدة وندعو الفرقاء إلى الضبط النفس هذا الموقف الخجول هذا الموقف السلبي لم يعد مقبولا لدى الشعوب العربية خذيلة حماس نعم خذيلة حماس حماس لم تكن تتوقع ذلك من الموقف العربي حماس عندما خارت هذه المعركة خارت ويتعي تماما أبعاد هذه الصفحة ولم تفتح صفحات هذا الكتاب إلا وتعلم نهاياته بشكل كامل والإعداد لهذه المعركة بدأ قبل معركة سيف القدس وكانت معركة سيف القدس تمرين أولي لهذه المعركة واستعدادات حركة حماس استعدادات كانت متواصلة لبناء جهاز عسكري وخطة الهجوم لم تجري بوليدة لحظة وإنما كانت عبر مناورات وبناء مستعمرات وتمرين عسكرية كثيرة لكن حماس إذا تذكر قبل اسبوع عشر أيام كان هناك حديث عبر وكثير من وسائل الإعلام أن هناك اختراقات وأن هناك تجسس لدى حماس وأن هناك أشخاص تم اكتشافهم من الأمن اللبناني وغير ذلك هذه العملية التي تمت بهذه الدقة دون علم جهاز الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والعربية وغيرها من الأجهزة التي تتابع ما يجري في المنطقة تؤكد أن حركة حماس قد تفوقت سيبرانيا على كل هذه الأجهزة وتمكنت من أن توجه ضربة قاصبة للكيان الصهيوني وأنا آسف أنني أتحدث بلسان بعض المشككين لا لا أعتذر من جمهور الكريم يعني لا أقصد أبدا لكن هذا حديث اليوم بات واردا بأن ما يحدث اليوم هل اليوم حماس فعلت ما فعلت دون أن يعلم أحد حقيقة أم غير حقيقة ما حدث أفلام أفلام لا تصف ما حدث فالبعض بدأ يشكك بما حدث من أساسه يعني بأنه أمر يعني الجميع يريد الجميع أن يحدث بهذه الصورة ليقوم بما يريد أن يقوم به تتفق مع ذلك؟ أنا لا أتفق أبدا أعتقد أن ما قام أو ما قامت به حركة حماس عمل مشرف عمل بطولي لكن بعض المشككين بعض أعداء النجاح بعض من يغيظهم هذا النصر الذي حققته حماس ويعني معروف من الذي لا يريد يعني للأمة أن تنتصر سواء كان من أعداء الداخل أو أعداء الخارج دون أن نسمي لا يريد لحماس هذا الشرف حماس تقدم أبنائها وقادتها شهداء اثنين من أعداء المكتب السياسي بالليل مبارحة استشهدوا في ضربات الإسرائيلية وجهة لقطاع غزة حوالي عشر من أبناء قيادات حركة حماس استشهدوا أيضا في العمليات والاقتحامات التي حصلت كانوا في طريعة المعركة حماس لا تعيش في الفنادق حماس تعيش في الخنادق الذين يعيشوا في الفنادق في العواصم الأوروبية والعربية ويبنوا المستعمرات ويبنوا البنايات والاستثمارات والفنادق هم الذين يشككون في هذا النصر الكبير الذي قادته حركة حماس وهذا الجرح العميق الذي حدث في هذا الكيان وفي صورته التي بنيت عبر أكثر من سبعين عام أنه كيان لا يقهر وأنه يملك أقوى جيش في المنطقة ظهر أنه جيش هش وأنه كيان كرتوني وأنه لا يملك حتى أن يدافع عن نفسه في فرقة كاملة كانت على حدود القطاع حجم القتلى والشهداء الذين ستكشف عنهم من الأيام القليلة القادمة حوالي عشر ألاف بين قتيل وجريح أصيب بها الإسرائيليون في هذه المعركة لا يمكن أن تكون هذه مزحة أو فيلم هندي يمكن أن تقوم بها حماس أو تمرر بعض أو تمرر إسرائيل أو تمرر الدول الأخرى ما جرى هو أي معركة حقيقية أنت تقرأ في المشهد عشرة ألاف قتيل أنا معلوماتي أن هناك عشرة ألاف قتيل وجريح تم إصابتهم في هذه المعركة لكن الرأي العام الإسرائيلي لا يحتمل من الحكومة أن تواجههم ولذلك إذا تذكر بدأوا في القصة أن هناك مائتين ثم ارتفع إلى ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة العدد مبارح وصل تسعمائة أو اليوم بدأوا يتحدثوا أنه تجاوز الألف حكومة نتنياهو لا تحتمل هذا الزلزال الكبير ولا شك أن هناك تفاعلات داخلية ستطيح برؤوس كثيرة واليوم في صحيفة هارس كان هناك مقالات يتحدث عن خيانات جرت في الحكومة الإسرائيلية وفي المؤسسة العسكرية حالت دون القيام بما يجب القيام به من قبل هذا الكيان لمواجهة الضربة التي تلقتها حركة حماس من كتائب عز الدين القسام نعم بالتالي أي تشكيك في هذا الموضوع هو خيانة الحقيقة لدماء الشهداء الذين يعني ضحوا بأنفسهم في قطاع غزة واستردوا كرامة هذه الأمة التي مضى علينا جيل كامل ونحن ننتظر مثل هذه اللحظة التاريخية كما قال التونسي هرمنا ونحن ننتظر هذه اللحظة لذلك ما قامت به حماس نتج عن شعور أنه لم يعد لدينا شيء نخسره حركة حماس ابن سروان وهذا سؤال مهم اليوم كيف فكرت حماس بكل ذلك وكيف تريد حماس أن ينتهي هذا المشهد لأنه أنت يوم بتقول يمتحت صفحة من كتاب وهي تعرف نهايته كيف تريد حماس أن تنهي هذا الكتاب اليوم شوف إذا كان الأمر بيدها وحدها بالتأكيد حماس هي اللاعب الرئيسي الوحيد الذي يتبنى خيار المقاومة والبعض جرب خيار أوسلو ووصل به أن يستأذن في الخروج والدخول من رمالة من الحاكم العسكري أو من الضابط الإسرائيلي وكنا نشاهد باستمرار عمليات الإهانة والإيذاء التي تجري لقيادات فلسطينية كثيرة من قبل العسكر الإسرائيليين على الحدود حماس تعي تماما أن هذا العدو الذي مارس كافة أشكال البطش والأبى بحق الشعب الفلسطيني ولا زال يمارسها من مذابح في قبية في دير ياسين في دير البقر في الخليل في حرق المسجد الأقصى في انتهاك حرومات المصلين في الانتهاك اليومي ومحاولة تقسيم زماني ومكاني الشروع الآن ببناء الهيكل والتبشير بهذا الموضوع من قبل المتطرفين تشكيل حكومة متطرفة وصول المتطرفين إلى أغلبية كبيرة في البرلمان الإسرائيلي تجاهل موضوع الأسرة تجاهل موضوع الأسرة يعني أوصل حركة حماس إلى حائط مسدود لا بد أن تفكر في شيء أيضا تجاهل القضية الفلسطينية لدى كثير من الدول العربية والبدء بحديث عن التطبيع مع الدول مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية هذا يعني انهيار كامل لمنظومة المقاومة العربية تجاه هذا المشروع هذا بحد ذاته شعر في قيادة حماس أنه لا بد من الاندفاع إلى الأمام بمعركة فاصلة مؤثرة موجعة للكيان الإسرائيلي تعيد القيمة وتعيد المكانة إلى قضية فلسطينية كقضية مركزية ولذلك كانت هذه المعركة وكانت بتكتيك عالي جدا ولم يكن يعلم بها إلا خمسة من القيادات العسكرية ولم تعلم بها القيادة السياسية إلا قبل ساعات قليلة ولم تكن تعرف بساعة الصفر بل أن حركة الجهاد الإسلامي أعلمت بالمعركة بعد أن بدأت المعركة مباشرة وتم تشكيل غرفة قيادة مركزية هذا التخطيط وهذا العمل فقط خمس قيادات عسكرية من حماس خمس قيادات عسكرية كانت تعلم بساعة الصفر وكانت تجري في تلك الليلة المناورات على اعتبار أنها مناورات طبيعية أعلم بعد منتصف الليل أن هناك دخول سيكون في الصباح إلى المستعمرات وتم الكشف عن الخطة والبدء بالعملية أنوه أن فقط مشاهدي الكرام أن قصفا عنيفا يتجدد اليوم وهذه الليلة وفي هذه اللحظات على قطاع غزة وكنا تابعنا أعمل الدخان والقصف قبل قليل المتواصل القطاع الذي يشتد تارة ويخف تارة أخرى وأذكر فقط أن نتابعنا اليوم جميعا مشهد الخامسة والخامسة كانت الخامسة إذ قصفت حماس بصواريخها عسقلان بعد أن هددت أو توعدت بذلك وهنا مهندس مروان بعد كل ما حدث كان البعض يعتقد أن حماس ضربت ضربتها وهي الضربة الأخيرة لكنها اليوم تعيد قصف عسقلان من حي رمال المنهك والذي دمرته إسرائيل عما كرت به وهذا القصف المستمر نعم رغب كل هذا القصف الذي يستمر ولينتابع صوره المباشرة حركة حماس ليست حركة إعلامية تبحث عن الشو وتبحث عن الإعلام بقدر ما هي حركة مجاهدة قدمت قياداتها كلهم من الشيخ أحباد ياسين استشهد على العربة ثم الشيخ الرنتيسي وعماد عقل وكل قيادات هذه الحركة قدموا أرواحهم فداء لهذا المشروع الجهادي في مقاومة هذا العدو البحتل وحركة حماس عندما تتحدث تعي تماما كل كلمة تقولها وهي تملك قيادة متوازنة وتملك قوة عسكرية حقيقية وتعتبر أن كتائب عز الدين القسام كان اسمها كتائب عز الدين القسام سابقا لكنها الآن هي الجيش الوطني الفلسطيني الذي يسعى لتحرير فلسطين ولذلك حركة حماس عندما تتعامل مع العدو الصهيوني تتعامل معه بمسؤولية عالية جدا وتتعامل معه بأخلاقيات الحرب وتتعامل معه بمصداقية عالية جدا فهي إذا وعدت أوفت وكلنا نذكر في معركة سيف القدس كيف كان أبو عبيدة يتحدث مع الإسرائيليين أنه مسموح لكم أن تتحركوا من الساعة الثانية إلى الرابعة أربع وخمسة كانت تحصل الضربات على تل أبي والآن نفس القصة ردا على ما تقوم به إسرائيل من ضربات بحق المدنيين في غزة تم توجيه إنذار لعسقلان وهي يعني عسقلان تقريبا فيها حوالي نص مليون تم طلب إليهم المغادرة وكانوا في حال الذهول كبير وغادر عدد كبير من سكان عسقلان وهم إسرائيليون جهود غادروا هذه المنطقة والآن سينتقل الإنذار إلى مدن أخرى ردا على ما تقوم به إسرائيل من هجوم وحشي إجرامي همجي نازي على أهلنا في غزة البعض يقول كم للغزيين أن يحتملوا هذا القصف وشدة هذا القصف كم لحماس أن تحتمل من الدماء بعد كل ما حدث اليوم وهذا سؤال منطقي جدا واليوم أنت بدون مياه وبدون كهرباء وبدون غداء هل تملك القدرة على مواصلة هذه المعركة؟ شوف أنا بعتقد أن حماس تريد أن تعذر إلى أمتها وإلى شعبها أنها قدبت كل شيء ولا أقول أنها تملك قوة خارقة لا محدودة لكن حماس تريد أن تقدم للنظام العربي صورة أن هذا الكيان الهش تم هزيمته في سبعين ساعة في حين أن الدول العربية والجيوش العربية عجزت خلال سبعين عام أن تلحق هذه الهزيمة بهذا المحتل لأنها لم تخوض معركة واحدة بجدية وبإخلاص حماس تريد أن تقدم للأمة خلاصة ما وصل إليها عقلها من إبداع ومن ابتكار ومن تطوير ومن سلاح وإذا كان وصلت الأمور إلى النهاية فهي تعي أنها قد قدمت كل ما تستطيع ولا يعني أبداً الهزيمة العسكرية هي هزيمة سياسية حماس تعي تماماً ما تقوم به وهي تستند إلى حاضنة كبيرة في العالم الإسلامي إلى تأييد الشعوب العربية والإسلامية حماس تستند إلى الشرفاء في هذه الأمة تنتظر انحياز كل حر كل شريف في هذه الأمة إلى قضية فلسطين لأنها تمثل لب الصراع بين المشروع الاستعماري الغربي وبين استقلالنا وحريتنا ووصولنا إلى قرارنا وإلى أن نتمتع بحريتنا وديمقراطيتنا في العالم الإسلامي النفط والديمقراطية محرمة على هذه المنطقة أن نستمتع بخيراتها وهي مصادرة بسبب إسرائيل إسرائيل هي السرطان الذي يهيمن على المنطقة ولعيون إسرائيل يتم بصادرة كافة أشكال الحرية والبناء والتنبية في دولنا الإسلامية ودولنا العربية وتمارس بحق هذه الشعوب كل هذه المجازر في اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا طبعاً جميع توقع تستمر هذه المعركة برأيك؟ شوف أنا أعتقد أنها لعبة عض أصابع يعني من يصبر أخيراً يربح كثيراً إسرائيل لا تستطيع أن تحتمل حتى رغم وجود الدعم الأمريكي الكبير والمعنويات التي يبثها الرئيس الأمريكي والمسؤولين الغربيين لكن هذا يدل على انهيار كامل في المنظومة النفسية للقيادة الإسرائيلية سواء كانت القيادة العسكرية والقيادة السياسية وقيادة حركة حماس تعي تماماً أن هذه المعركة يجب أن تمضي إلى الآخر فإما نصر وإما شهادة ما في عندهم خيار آخر وكل قيادة حماس وكل جنود حركة حماس حماس تملك جيش لا يقل عن 25 ألف جندي هؤلاء كلهم تربوا على هذه العقلية الجهادية الاستشهادية القتالية هؤلاء لم يكونوا إلا خريجي دور القرآن الكريم وخريجي الأسر المؤمنة التي تربت على الاستشهاد وعلى حب الجهاد بينما الطرف الآخر يريد أن يعيش الحياة أي حياة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وجنود حماس كان شعارهم واضح الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من عمة من الله وفضل قيادة حركة حماس وجنود حركة حماس بنفس الروح المعنوية لا يعني لا يروا أنه بقي شيء يمكن أن يخشو عليه وكذلك الحال بالنسبة لسؤالك عن قطاع غزة هذا الشعب ملتحم مع هذه القيادة لأنه وثق بها ورأى هؤلاء القادة يعيشون معهم في غرف الزيكو وفي الأنفاق وفي المناطق الشعبية الرخيصة ولم يعيشوا في القصور وفي الفلل وفي الأماكن الفارهة وتركوا جنودهم في ساحة المعركة حركة حماس ملتحمة مع الشعب الفلسطيني كله بل كلنا نرى خاصة مظاهرة اليوم في عمان يعني زاد عن عشرين ألف تقريباً شارك فيها ومظاهرات في كل المدن العربية والإسلامية تؤكد أن الشعب كله مع حركة حماس وتبعناها اليوم في عمان تحديد من وسط البلد كانت مسيرة حاشية جداً وضخمة جداً شارك فيها الألاف على أقل تقدير هذا تقدير الصور ليس هذا يرقب مع دقيق أذكر فقط بآخر الأنباء 187 ألف نازح في قطاع غزة الرئيس أمريكي ألقى خطاباً قبل قليل أكد فيه الدعم الكامل لإسرائيل وتوجيه بارجة بحرية باتجاه المنطقة وأيضاً أكد توفير الدعم العسكري بخصوص القبة الحديدية والذخائر لجيش الاحتلال وما ورد قبل قليل يشير لهبوط مظلي في عسقلان من قبل كتائب القسام وأن اشتباكات تدور الآن داخل عسقلان هذه التقطية متواصلة أشكر رضايف الكريم على وجدك معي ليلة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك